ناقص أربع شهور على نهاية برنامج صندوق النقد الدولي وزير المالية النهاردة كان عنده مؤتمر صحفي دكتور محمد معيد كان عنده مؤتمر صحفي النهاردة يتكلم عن المراحل النهائية الخاصة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي ناقص فيه أربع شهور بس اتساءل وزير المالية إذا كانت مصر ممكن ترجع تطلب قرد جديد من الصندوق قال إنه لا يعتقد إنه إحنا هندخل كدولة في طلب أي تسهيلات مالية جديدة من الصندوق واتكلم كمان خلال المؤتمر الصحفي الدكتور محمد كان بيتكلم على النتيجة اللي وصلناها لغاية دلوقتي في خصوص الإصلاح الاقتصادي وإنها لغاية دلوقتي متمثلة في توفير فرص عمل وإن إحنا يبقى عندنا قدرة تمويل مشروعات وفقاً للي قاله الدكتور محمد وضرب مثل في الحكاية دي مسألة التابلت إنه قبل كده ما كانش الحكومة تقدر توفر مسألة التابلت لطلبة المدارس ونموذج تاني هو مشروعات الإسكان الاجتماعي نموذج تالت هو قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية وطبعاً في مقدمة النماذج اللي اتكلم عنها الدكتور محيط هو ما يرتبط بالتمويل الخاص بفيروس بحملة القضاء على فيروس سي ترجمة نانسي قنقر